لملمنا أجهزتنا واتجهنا إلى سجن الشميسي على طريق بكة لنفهم سلوك المهرب وطريقة عمله محمد أنت متهم باستلام كمية كبيرة من المخدرات تم تهريبها إلى داخل السعودية كم كانت الكمية؟ كانت الكمية 3 مليون و 510 ألاف حبة 3 مليون و 510 ألاف حبة كمية كبيرة؟ نعم حبوب كبتاجون؟ حبوب كبتاجون من الشخص الذي يرسل لك هذا الكمية الكبيرة؟ شخص سوري موجود في تركيا هو اللي أرسل لها تركي هو؟ هو سوري عايش في تركيا أخفاها بإيش لما أرسلها؟ أخفاها في أحجار الزينة اللي تتخدم بسطول البلاستيك بحطوها للنباتات أخفوها في الحجارة وكيف رتب دخولها للمملكة؟ جاءت عن طريق الميناء طريق مخلص الجمركي ممكن انتفق معه على مبلغ معين يدخلها كده وكانت مرسودة يعني أكيد وإيش الدور اللي مرسوم لك؟ يعني هو كان يبغى منك إيش؟ إيش الدور اللي تنفذه إنت؟ بس استلام ولا في شيء ثاني؟ كان يبغاني أنا أستلمها وأزعله إياها تستلمها وتخزنها؟ أوزعله إياها والتوزيع كيف كان يتم؟ يتم مباشرة على طول؟ لا، كان التوزيع يتم أنه أنا بأخذ عينات وبحط العيني في مكان معين وبصور للمكان وبرسل اللوكيشين للإنسان اللي بيأتي يبغى بضاعة هو بيأتي بيأخذ العيني وبيجربه العيني كم تكون؟ تكون عشر حبات أو عشرين حبة وبعدين إذا عجبته العيني؟ باني يجربه إذا عجبته بيطلب كمية وكمل كمية اللي يطلبونها بالعادة؟ بيطلبه بالكيلوات مثلا أول شخص طلب 14 كيلو أوه رقم كبير وثاني شخص كم؟ طلب 50 كيلو شكرا لك محمد على هذا الحواب